محبي ومشاهدي قناة طول أعزاء السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية قبل البدء صلوا على النبي وادعمونا بإعجاب واشتراك في القناة تنستمر في نشر المزيد إن شاء الله قبل أن أبدأ في هذا الفيديو أريد من جميع مشاهدي ومتابعي قناة الأعزاء أن يقوموا بدعمي في القناة الثانية التي ستجدون رابطها في الوصف أو في أول تعليق متبت ويجب الضغط عليه الآن قبل أن تقوموا بإكمالي الفيديو للنهاية ودعمي في القناة الثانية التي هي من إنشائي وأتمنى أن تعجبكم لأني أقوم فيها بتقديم كل ما هو تتقيفي وتعليمي بامتياز لذلك أرجو منكم الاشتراك معي فيها ودعم المقاطع بوضع علامة الإعجاب وكل من شاهد الفيديو الأول يقوم بوضع لايك وكتابة تعليق بتم طيور لأتأكد من عدد المتابعين الذين ذهبوا من عندي نحو الاشتراك في قناة الثانية التي يصل عدد متابعيها الآن 2600 متابع عند الضغط على الرابط يذهب بك مباشرة إلى حرب الأنفاق في فيتنام فيديو نهار اليوم ردا على هذا التعليق الذي هو أمامكم تربية هذا الطائر خطأ كبير يأكل بشراسة والنتائج لا يوجد وكذلك لا يرقض على البيض والحجم صغير لا يكبر وإنتاج البيض ضعيف أنا أرى أنه يأكل وخسارة للوقت قبل رضي أريد رضى جوجل في هذه المسألة فكتبت في البحث أهل تربية السمان مربحة ولكم أن تقوموا بتجربة ذلك بعد الانتهاء من الفيديو انظروا رضاه أشار عبدالوهاب أن تربية السمان مشروع مربح للشباب لكونه لا يحتاج مساحة كبيرة للتربية فضلا عن قلة تكلفته المادية وفي طرح ثاني هالمشروع السمان ناجح يعد من المشروعات المتميزة التي من خلالها تحقق أرباح مالية كبيرة إلى آخر المقال وباختصار فالسمان هو الحيوان الوحيد الذي يجمع بين تسويق أربعة أشياء بيع الفراخ وبيع البيض وبيع اللحم بالإضافة إلى بيع السمان نفسه الكبير والشاهد على كلامي وهو أن الدول الكبرى مثل الصين وألمانيا وأمريكا تعتمد في الآوينة الأخيرة على إنشاء مزارع كبرى لإنتاج طائر السمان للاستفادة من بيضه ولحمه وفي الأخير لا تنسوا دعمي في قناتي الثانية التي ستجدون رابطها في الوصف أو في أول تعليق كما ذكرت في بداية الفيديو لأني بفضلكم أستمر لا تبخلوا علينا بوضع علامة الإعجاب والسلام عليكم